بزاف الناس تنشوف عندهم تشوهات عندهم مشاكل في العين ديالهم كين يتدير بانض على عيني كين يتدير لسقا كين يعني بزاف الناس ما تعرفوش بأن هاد الاختصاص راولا كين في المغرب انت ايشنو اللي خليك انك تختص في العيون الاصطناعية التخصص ديالي العيون الاصطناعية جاب تتم التخصصات اللي درت في العلوم ديال الصحة البصري يعني اول يعني عندي تكوين يعني دراسات في التقويم وتشخيص البصر وعلاج الحوال يعني لغيودكاسيون فيزيول او لغتوبسي هاتت تدرتين في سويد هي الدراسات ديالي كانت ما بين المغرب وما بين داخل المغرب يعني ما بين خارج المغرب وداخل المغرب لأنه حتى المغرب رام تقدم في يعني في الطيب ديال العيون انا قريت خارج المغرب ودخلت عاو تاني درت تكوينة هنا وعاو تدرت تكوينة فرنسا في كانادا في الهند الليش الهند الهند هي اللي صراحة هي الليدغ يعني مو يعني قائد او لا ديل هاد العيون الاصطناعية بحكم معروفة الهند هي يعني متفوقة في لفط المونوجيني في طيب العيون ربما قليل اللي كيعرفها من الاطباء في العالم تعرفوا ان الهند يعني متفوقة في طيب العيون وكي ومغربار هاتي يمشي ولي تيكون عارف اللي كي يبحث وبما عدد الساكن عندهم راكي فوق المليار وربما تيقارب المليار ونص او لا اكتر عندهم الحالات كتيرة ديال اصابات العيون وحتى في المغرب راكيني الاصابات يعني احنا كان نقاربوا ربعين مليون نسمة ولكن تخيل ان واحد البلاد فيها مليار ونص كم يلادر تغي واحد في المية متى اللي تصابوا لهذا راكي تعطيك واحد العدد كبير على لغة هات تخصوصتي العيون استناعية جاء من الرغبة ديالي باش نتميس